اذا كنت تريد ان تكون من السعداء ارضى بما كتبه الله لك من القضاء المحتوم والرزق المقصوم واضبط عواطفك وانفعالك ولا تبالغ في التعامل مع الامور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو زريف خفيف قوي كده من ضمن بقى سلسلة حلقات الحلويات اللي احنا عملنا قبل كده هنعمل مع بعض اسويس رول وده شكل بلاك فورست هم من اتنين واحد بس بيختلف في التزيين طالما مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيل وصحبه وسلم هنشوف المقذير والطريقة بتاعتنا بسم الله اول حاجة معي في المقذير كوباية الاربع من الدقيق المنخول معي رشة ملح اعملوكو كلوز اهيه رشة ملح صغيرة دي سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا معي هنا كوباية يعني تلتين كوباية سكر اربع معالق زيت اربع معالق كوبار من النشا ومعلقة كبيرة خل معالقة صغيرة من البيكنج باودر معي هنا تلت معالق كوبار من الكاكاو الخام ودي معالقة صغيرة من الفانيليا السيلة تلت بيضات نص كوباية مياه وكيس نسكافي بلاك ده لانا هعزز به الطعم مع الكاكاو بيبقى طعمه حلو جدا ولونه بيبقى احلى بولة بتاعتي بتبقى نظيفة ونشفة عشان هبدأ اشوف هعمل فيها ايه هاخد طبعا البيت والسكر والخل والملح والفانيليا والحاجات زي كلها طبعا استوال هتبقى مع بعضها والحاجات الجفة مع بعضها اول حاجة هعملها هنخل الكاكاو ده كاكاو اسباني بيبقى انضف انواع الكاكاو الاسباني والهولندي بيبقى غامق قوي بيبقى درجة اولى ادي الكاكاو بحطه ومعاي النشا ومعاي معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان هنحط دلوقت الدي ايه وهنخل كل الحاجات دي مع بعضها هنخلها كويس جدا لانه انا عايزة كل المكونة تندمك سوا وفي نفس الوقت البيكنج باودر لما بيفضل شوية في الدي ايه بيتفاعل وبيدي نتيجة افضل خالص يعني للكيك عموما يعني ادي كده دي اول مرة دي تاني مرة تلات مرات بيدخلوا كميتها وحلوة انا محتاجيها معايا في الاسبونش بتاعي دي كده هاخد كمان مرة هو انخلها عشان لو في اي حاجة مثلا تخرج خالص معايا دلوقتي كمان هضيف كيس النسكافي بلاك على الخليط الجاف ممكن تضيفيه مع البيد وانت بتدرابيه عايزي اه هحط بقى في البولة بتاعتي كده التلات بيضات وهحط عليهم السكر هحط معلقة الخل وهحط الزيت دي ربع كوباية زيت صغيرة وحطيه الخل والمية زي ما انت شايفين بالشكل ده وهحط كمان الفانيليا ورشة ملح معاهم اي دي الفانيليا هي بتاعتنا الفانيليا السيلة كتير احلى من الفانيليا البودرة هبدأ اضرب كده باسم الله رحمة الرحيم هضرب كويس قوي قوي انا في العادي بحط الفانيليا بعد ما بضرب شوية كده في البيض عشان ريحتها مطرحش بس هنا هو مش مش شرط قوي يعني انا لاني البيض مش كتير فعملت كله مع بعضه وبعد ما ضربت شوية كده واندمجت كل المكونات السيلة مع بعضها هبدأ بسم الله اضيف المكونات الجافة بتاعتي وارجع اضرب تاني بالمضرب بس مش كتير انا بس بضرب لحد ما هوريكو الصمك اللي انا عايزاه بتاع الخليط بتاع الكيك نفسه في الوقت ده انا ببدأ اسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وهحط في الصاج بتاعي كده ورقة زبدة وهدهنها بالزيت لو ما عنديكيش صاجت اعمليها في الصانية عايزي وعنديكيش ورقة زبدة دهيني الصانية زيت وفوق منها بضريها بشوية زيق هيعمل البطانة حلوة قوي برضو مفيش اي مشاكل هبدأ بقى كده دلوقتي بسم الله هصب الخليط بتاعي اهو وبعدين هبدأ افرده بقى في الصانية بتاعتي طبعا الفرن مسخناه الخليط ده هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 هيقعد بالضبط 15 زقيقة بعد ما بفرد الخليط بتاعي بالشكل ده هاخبطه خبطة يعني هرفعه اخبطه خبطة كده عشان هتخلص من كل الفقعات دي يبقى الخليط بتاعي من جوة متماسك وكله مفيش فر ولا ولا يبقى كله كويس بيدخل بالضبط 15 زقيقة بخرجه زي ما انتم شايفينه بالشكل ده باختبره بالتوستيكس تكون نظيفة طبعا يا اما سكينة ببصة طلعة نظيفة هي هشيلها فورا وهو لست ثخن مش هسيبه ويبرد لان انا مش هعمله جاتوه مثلا او هقطعه كده او هاخد منه اشكال زي ما عملنا في الطرطة بتاعة امبارح لأ انا هبدأ ابرمه بسرعة دلوقتي وهو صخر بس انا اسفى جدا المقطع تحزف مني من غير ما ياخد بالي والله فهو سهل مفوش حاجة هتعرفه ازينا رفيته بصه هبرمه على طول على طول وبعدين هلفه وهسيبه شوية على جنب لحد ما يهدى وياخد الشكل بتاع الرول نفسه هنا معايا كريمة وحطيت عليها تلات معلق كبار من الكاكاو الخام وضربتهم مع بعض وركنتهم على جنب بعد ما السويسرول هدي وبرد وخد الشكل اللي انا عايزة ده هبدأ اشيل ورقة الزبدة معايا بسم الله بالراحة خالص كده ومتيلاقوش خالص لو اتكسرت معاك وعايزي هتتداوى والكريمة هتزبط الدنيا كلها هفتح كده بالراحة خالص انت عارفين طبعا الجو برد قوي فشدت بسرعة بالفاف زي ما انت شفته كده في الورقة الزبدة وبعدين ففوطة نديفة وببركنة على جنب شوية لو اتكسرت هنعالجها دلوقتي وهتشوفوا ازاي هنعالجها مع بعض هبدأ اشيل ورقة بالراحة خالص كده هي الدغدغت بس سهلة يعني هنتصرف ان شاء الله دلوقتي اهي بالشكل ده لو انت عندك فكهة كتير بقى عايزي تحطي فكهة هتحطي تمام زي الفل ما فيش مشاكل عايز حطيها كريمة بس عايز تعملي سوس شوكلاتة بس عايزة نوتيلة اللي يريحك انا هنا عاملة كريمة وعندي شرايح مزأدة كريمة بتاعتي ربع كيلو كريمة بياخدوا نصف كباية سكر حبيبات وعليهم كباية مياه مطلجة او كباية لبن زي ما هتحب يعني تضرب يوم مع بعض كويس قوي السكر مع الكريمة يكون سكر عادي بلاش سكر بودرة لان السكر البودرة بيخلي الكريمة تسيح وتسيل معاك بسرعة هبدأ احط بقى كريمة كتير يعني هاملة سويسرول بتاعي او الكيك بتاعي او السبونش بتاعي هاملة كريمة كده بيدي طعم حلوة قوي الحاجات دي بالذات لما بتبقى مغدومة بتبقى طعمها احلى من بره كتير يعني حبة تدهني مربة بس مش مشكلة لكن انا جددت شوية ان احنا عملت بمربة كتير قبل كده هحط كريمة كتير قوي زي ما انتشايفين كده في كل حتة في السويسرول بتاعي بالشكل ده كده ومعايا موز كمان انا مقطعه شرايح هبدأ اروسه هتشوفو دلوقتي والموز كده هارسته بالراحة في كل منطقة قابلني عايزة حط اي نوع فاكهة تاني براحتك بس هو اكتر فاكهة بتمشي مع الشوكولاتة عموما الموز بعد ما خلصت كده راسة الموز بتاعي هبدأ الف بالراحة زي ما انتشايفين كده شوفو ولا كأنها متكسرة ولا حاجة خالص هلفها كويس قوي رول كده حلو تمام وبرومها كويس خدي بالك ما تضغطيش قوي عشان الكريم هتروح بزة من ناحيتين يعني هتلاعي طلعت كده من ناحيتين بعد ما برمتها كويس كده وزبطتها ببدأ الف في الفوطة وهدخلها التلاجة ابيتها ليلة لو هتستخدمها على طول حطيها في الفريزر مثلا ساعة ولا حاجة انا حطيتها في الفريزر بصراحة عشان كده بصوا هي لست جامدة ازاي بتبقى حلوة اوي في الشغل وبتريحك كتير بصوا ولا كأنها كتناتكسرة ولا فيها اي حاجة وزي الفل ما شاء الله عليها لو هتعمل بلاك فورست هتشيل القطعة دي بعد ما تزيني وتحطيها زي ما أنا كنت حطاها في الصور الاولانية لكن انا هتزينها تزين عادي خالص وهعملكم برضو حلقة تانية عن البلاك فورست بكل خطوات هبدأ كده هشيلها بقى من على ورقة الزبدة انا سويت الاطراف وهجيب الكريمة بتاعتي وبعدين هدهن بقى كل السويسرول بتاعي كريمة كده هتديله طبقة جامدة كده من الكريمة عشان تبقى حلوة ولو حابة تعملي بقى انتي روزتات كده بالكيس الحلواني عملي عايزة تعملي تحط سبرينكلز تغرقيه سبرينكلز تغرقيه فرماسيل تغرقيه الحبوب اللولي اللي طلعة دي براحتك خالص عايزة تعمليه كريمة كده وعليه مثلا صوس شوكولاتة او صوس كرامل او صوس فراولة زي ما تحبي انا عندي هنا كياس كده كنت جايب علبة بسكوت للبنات فيها اسمها فينجرز هي اللي انتوا شايفينها دي صابع دي بسكوتة ومتغلفة بشوكولاتة طعم حلو جدا بصراحة ات يا زين طلع معي عشوائي كده انا مكنتش مرتبة هعمل ايه بالزبط فيها فاجبت الاكياس دي وعملتها وبعد ما خلصت لقيت نفسي بقطع فراولة وبحط كده حطت جزء فيه فراولة وجزء تاني برش فيه سبرينكلز زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اللي هي الحبيبات الصغنون المدورة دي بتدي شكل رائع وفيه رقة كده قوي في الشغل دي ابسط طريقة زيني بيها سويسرول او طورة عموما لو مبتدئة ولسه ما تعرفيش تزيني ازاي فتعملي كده زي ما انت شفت كده بالزبط ما عندي كيش الحاجات دي ممكن انت تعملي سوس الكرامل او سوس الفراولة انا عاملة سوس الفراولة قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ممكن تعملي سوس الكرامل او تجيب نوتيلة وتحطيها في قرطاز كده او كس من كس الاكل وتقطعي خرمس غنطوت كده من تحت والدنيكي رايحة جاية بشكل عشوائي لو مش هتعرفي تزيني او مش بتوفر عندك حاجة وبعد كده تبدأ يتقطعي بقى بسم الله رحمة الرحيم كده دخليها التلاجة بس الاوسعة الكريمة تشد وبعد كده قطعيها انا استعجلت شوية وقطعت عشان الحق اخلص الفيديو وشلتها كده بالراحة وعنديك الورق بتاع الكوب كيك او الورق بتاع الشوكولاتة بتحطيها فيها يعني طريق تقديم لذيذة شوية خصوصا لو عندك اطفال عشان ما يبهدولوش الدنيا وبعد كده بتدخليها بقى التلاجة وشوية تشد كده وطلعيها بقى تقدميها بقى الفانة وشفة لكل اللي هياكلها ونجربة طريقة دي ان شاء الله هتعجبكم ولو لأول مرة تشوفوا القناة ياريت تدعمونا بلايك واشتراك او سبسكرايب وضغطوا عرامة الجرس عشان اي جديد يوصلكم ان شاء الله يا رب يكون فيديو عجبكم واسبكم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته